السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد نتابع في هذا الفيديو جمل من حياتنا اليومية في اللغة الإنجليزية بالتالي أطور من مفرداتي ومحادثي في اللغة الإنجليزية من أفضل الطرق لزيادة المفردات والكلمات لدي ورصيدي من المفردات هو حفظ جمل الجمل تساعد على تركيز الكلمات بشكل أكثر أضعها في جملة مفيدة لحب يستفيد أكثر من هذا الفيديو يكتب هذه الجمل في مدونة أو في دفتر معين ويتدرب على استخدامهم وطريقة لفظهم وكيفية استخدامهم في اللغة الإنجليزية تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والجمل التي تفيد في المحادثة في اللغة الإنجليزية وبعض النصاح لكيفية تطوير من المحادثة في اللغة الإنجليزية كيف أقول ما يستهل الموضوع؟ يعني لا يستحق it isn't worth it it's not worth it لاحظ is not نختصرها إما is أختصر is يحذف الآي أضعه بصرفي بالتالي أكتب not بشكل كامل أو الحال الثاني أكتب is بشكل كامل واختصر not يعني أحذف الآي it isn't worth it it's not worth it بمعنى الموضوع لا يستاهل يعني ما يستحق it isn't worth it it's not worth it كيف أقول لا تحرف كلامي لا تغير من كلامي لا تقوني الشيء لما أقوله يعني تنقل كلام عكس ما قلته بمعنى لا تحرف كلامي don't twist my words لاحظ twist الآية ننفضها إ لدينا اختصار لnot ننفضها don't twist my words أو تريد أن تقول do not الأفضل دائما تكون مختصرة don't twist my words بمعنى لا تحرف كلامي ورد أن أقول فهمت ما أقول يعني كلامي واضح هل فهمت ما تكلمت به am I clear am I clear يعني كلامي واضح أنت بتناقش مع شخص معين أو تقول له شيء معين تقول له هل فهمت am I clear am I clear نريد أن أقول لا تختلق أعذار يعني لا تتحجج don't make up excuses لاحظ ننفضها يتكون E مكسورة أو تكون فتحة بالأول لدينا بعدها S بعدين عدنا K ال S هذه ننفضها س وال S الأخير ننفضها ز إذن لاحظ إك سكيو سيز إك سكيو سيز لاحظ إك سكيو سيز إك سكيو سيز إك سكيو سيز إذن بمعنى أعذار make up يختلق أو تنشئ أو تشكل أو تخلق don't make up إك سكيو سيز إذن بمعنى لا تختلق أعذار كما قلنا لدينا هنا ك وس وأيضا عندنا ك لاحظ ال S ننفضها س آخر شي ننفض ز don't make up excuses كيف نقول استخدم عقلك شغل عقلك use your head use your head أو نقول use your brain use your brain use your head use your brain إذن هذه المجموعة الأولى من الجمال كيف أقول سمعت عنك الكثير I heard a lot about you I heard a lot about you a lot بمعنى كثير about عن أو حول about you حولك أو عنك hear يسمع heard إذن سمع أريد أن أقول للشخص اتفقنا مثلا هو أخبرته شي معين تقول له اتفقنا هو يرد أيضا اتفقنا تقول له deal هو يرد deal اتفقنا اتفقنا deal deal أريد أن أقول للشخص كيف تجرى how dare you how dare you يعني كيف تجرى أريد الشخص أقول له لا تجادني don't argue with me don't عندنا الآن الفضاء a مثل father for a argue don't argue with me لا تجادني أريد أن أقول للشخص غير الموضوع غير السالفة change the subject change the subject لاحظ c change the subject أريد أن أقول للشخص ما بلية حيلة خلاص الموضوع خرج من أيدي يعني ما أقدر أعمل أي شيء ما بلية حيلة it's out of my hands it's out of my hands it's out of my hands change change the subject change the subject it's out of my hands كيف أقول عندي صداع لدي صداع مصداع I have a headache لحظ head ache I have a headache نعرف head رأس ache ألم ألم رأس صداع head لحظ head ache headache I have a headache I have a headache كيف أقول عندي إسهال I have diarrhea لاحظ diarrhea diarrhea I have diarrhea I have diarrhea بمعنى عندي إسهال كيف نقول خلي السلف بيناتنا خلي الموضوع بيننا keep it secret keep it secret لاحظ see بعدين create see secret 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 سير keep لاحظ نضغط على P keep it secret بمعنى خليها سر أو خلي السلفة بينتنا كيف أقول رأسي يدور أو بمعنى دائخ يعني my head is spinning لاحظة كان عندنا ing أجي ما ننفضها my head is spinning my head is spinning بمعنى رأسي يدور كيف أقول طفح الكيل لم أقدر أن أتحمل أكثر يعني لا أقدر لا أقدر أن أتحمل أكثر I've had it with him I've had it with him لاحظ I've هي اختصار لي I have تختصر دائما الاختصار هو الأفضل I've had it with him بمعنى طفح الكيل لم أعد أقدر أن أتحمل أكثر I have a headache I have diarrhea keep it secret my head is spinning I've had I've with him آخر مرة I have a headache I have diarrhea keep it secret my head is spinning I've had it with him كيف أقول فهمت وجهة نظرك يعني فهمت عليك I get your point أو نقول got I got your point I get your point I got your point بمعنى فهمت وجهة نظرك أو وجهة نظرك فهمت عليك كيف أقول افعل ما شئت براحتك يعني افعل ما تريد suit yourself suit yourself إذن افعل ما شئت طبعا لدينا شين كيف أقول أنت خذلتني يعني خيبت ظني you failed me you let me down it's not my cup of tea say well or be still نقوم اخر مرة بشكل سريع I get your point أو نقول I got your point yourself you failed me you let me down it's not my cup of tea say well or be still كما قلنا للفائدة اكثر حاول تكتب هذه الجمل في مدونة او في دفتر وتتدرب على حفظهم ولفظهم واستخدامهم أيضا يكون شخص يريد فائدة اكثر ممكن تسجل تسجل نفسك فيديو وتسمع النفسك هنا يعطيك جرأة على التحدث وايضا تسمى ماذا قلت اذا لديك اخطاء تصحح النفسك ممكن شخص يقول لا يوجد شخص يصحح لي او اسمع له او انه اتحدث معه ممكن تتحدث انت وتسجل نفسك فيديو تسمع الفيديو مرة ثانية بالتالي تمرن اذنك والسانك وتدرب اكثر على الحديث الحديث في اللغة الانجليزية بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأكل الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة